في قانون كتير بسيط بالحياة كل فعل إلو رد فعل اللي واقف على البركة ومش عارف يسبح ولا لا على قليلة ينزل إجره أهلا وسهلا فيكن بتحت الهواء مع صبا عودي أنا صبا بصرني كتير اليوم أن تكون ضيفتي سحر هنيدي فارمر سحر مرشد للحياة الذكية ومعالجة شاملة تمتلك أكتر من 30 سنة خبرة قامت بتوجيه أكتر من 15 ألف شخص من جميع أنحاء العالم لتساعدهم لاختيار القرارات الصحيحة والمصيرية لحياتهم تم اختيار ثلاث مرات كواحدة من أفضل مئة معالجة نفسية بالعالم أهلا وسهلا فيك يا صحيح أهلا سوا شكرا إليك شكرا كتير نحن صاحبتنا قديمة وأنا واحدة من هدول 15 ألف ومش من هلأ من أكتر من 20 سنة صحيح كتير أنا سعيدة بوجودك معي اليوم كتير أنا وياكي بنحكي ونتحدث بكتير أشياء كتير أوقات واحدة من المرات التيلي أن الإنسان لازم ينسى القصة يلي بيراسه عن حاله ويمشي الأدم كلنا بنحكي لحالنا قصص وأشكال بيراسنا في نوعين من الناس في ناس بيحكوا لحالهم قصص إيجابية وهني بيكون ما عندهم يعني شي كتير بيسند هالقصة الإيجابية أو بيرفعوا حالهم وفي كتير ناس بيعملوا كتير أشياء وبيحكوا لحالهم القصص بتكون سلبية وبيتلاقي عم بيهبطوا حيطان على حالهم خليني أنا أسألك السؤال هلأ يلي ببالي هل هو صحيح أنه نحن الإنسان ونجاحاتنا ومستقبلنا هو نتيجة الخبرات اللي مرأنا فيها وإذا كان هذا الشيء صحيح هل يا ترى نحن محكمين كناس أنه لبقية عمرنا أنه نعيش ونتعايش مش بس الماضي الأغلاط اللي عملناها بالماضي هو باعتمد كيف أنت بتشوفيها لأنه الإنسان امتداد لظروفه واللي بيعمل الفرق أو بيخلق الفرق بالنسبة للمستقبل هو إذا الواحد استفاد من الخبرات اللي مرأ فيها سواء كانت تجارب سلبية أو إيجابية فإذا أنت ما استخلصت الحكمة من أي موقف كان إيجابي أو سلبي معناته ما رح يتغير نظرتك للحياة معناته الأعمال أو القرارات اللي رح تأخذيها ما تتغيرات إذن رح نظلنا نكرر الماضي فأنتي زي ما بتسوقي دائماً بقول للناس اللي بتعامل معهم أنه إنتي لما سائقة بغض النظر وراكي شوفي أكتر الوقت على أي اتجاه عم تطلعي لا أدام لا أدام ومظبوط لازم نشيك لورا بس ما فيك توصل إلى اللي بدك توصليله إذا بدك تضلك تطلعي للخلف فتستدلي بالخلف كل شوي والتاني بتكتطلعي بالمرأة لستعمل نفس المسألة بس كمان في أشياء جديدة بتتواجد بالوقت الحالي إذا بدنا نظلنا نطلع على الماضي يمكن ما نستفيد من الإمكانيات الموجودة إلنا بالوقت الحالي يعني يمكن وإنتي عم تسوقي إذا بدأ ناخد مسألة سواقة يطلع لك طريق جديد طب أوكي بتطلعي من الزحمة بس أنت معودة أنه تمشي طريق معين بتسلسل معين فما رح تنتبهي إنه والله هون في مخرج ما أخدته نفس الشي بالحياة يعني المخ هو المخ شو يعني أنا بآمن إنه الإنسان فيه تكنولوجيا بلت إن إذا ما فهم التكنولوجيا هي شو وإذا ما فهم إنه الجسد والجسم والعقل والمخ والتفكير كيف بيشتغلوا بديو يضلوا يتصادم بنفس الحيطة كمان بديو يفهم الواحدة كمان بديو يدرس ليقدر يتعامل بالحيط يعني بالنهاية هذا اللي بنسميه الوعي مصبوط إنتي هلا مش مثل مبارح وأكيد مش مثل الشهر اللي فات وأكيد مش مثل أول ما تعرفنا إذن شو اللي عم بيجددك شو اللي عم بيعملك أبغريدينج للسوفتوير خبراتي خبرتك نظرتك والتأمل إنه ليش صار معي هيك وشو بقدر أستفيد من الماضي التأمل يلي هو نعطى أسامي كتير شي بيقلك مديتيشن شي بيقلك أورنس هي الحقيقة هو إنه الواحد يقعد مع نفسه بالزبط يعني يتفكر يعني مش بس يفكر يتفكر إنه بفضول بفضول بدون أي حكوم إنه والله طب أوكي هذا إشي مثير ليه أنا فقط أعصابي أو أنا غير صعيب بهالوظيفة ليه معلق 12 سنة لما تسألي السؤال الصحيح بيبدأ المخ يفكر بالجواب السليم الإشي الثاني إنه المخ وظيفته إنه مش يبتكر لك المستقبل يتنبأ لك بالمستقبل يعني وظيفة لدماغ إنه يشوف شو الماضي اللي أنت فرقت فيه شو الخبرات اللي مرأت فيها حتى يمنعك من إنه تكرر الأغلاط صحيح هلأ وإحنا نايمين المخ بيعمل إشي اسمه تشونكينج يعني كل المعلومات اللي مرأت فيها الأمور بيعمل تشونكس يعني قطع 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 بيوصلهم ببعض وبوصل لنتيجة إنه لازم تاخدي هذا القرار حتى تتفادي اللي وقعت فيه فإذا أنت ناقصك معلومة كيف المخ بدي وصلك للنتيجة اللي أنت بدك إياها إذا ما في شي جديد ما في نظرة ما في استفادة الواحد ما تعلم شي جديد أو ما سمح لنفسه إنه يمره بطريق جديد حتى يستفيد منه معناته مخك رضا حيضر يعمل ريسايكلينج يعطيكي نفس النتيجة لا أنا تقلمت أنا مضربت إذا ما رح أعمل هيك وبيضله طول عمره ما استنم علق غير سعيد بوظيفة غير سعيد بعلاقة مثلا لأنه هذا هو التفكير منحصر باللي أريدي بيعرفه من أول إذن هو عايش فإذا أنت تجدد الأفكار الجديدة من وين بدها تجيه افتح لحالك مجال تعلم شي جديد هيقرأ شي كتاب حتى بأصغر الأمور إذا كل يوم الصبح بتوعي بتشرب قهوة برك اليوم بتشربتي شاي هذا شي صغير بس بيكسر بدها جرأة بدها نية أنا ما عندي جرأة بس فيه انتنشن ولما كنت صغيرة كنت خجول كتير يعني أمشي وأطلع بالأرض بس استفدت كتير من هالخجل لأنه راقبت كتير واستفدت من أشياء كتير لأني راقبتها يعني تعلمت التأمل بس أنك تعملي شي غير اللي أنت متعودة علي تشرب الشاي بعد ما أنت كنتي كل يوم بتشرب قهوة ليش لا شي جديد ايه أنا مع أنا مع أنا مش ضد بس أنا عم بحكي أغلبية الناس بيقلك اللي بتعرفوا أحسن اللي ما بتعرفوا وهذا اللي راح إذا بعرف حالي بوصل لبر الأمان بهذه الطريق ليش بدي جرب غيرها خلاص أنا ما شي واسق بس نرجع لقاعدة إنه إذا فيه شي مش مكسور ما تصلحي طيب إحنا عم نحكي إذا الإنسان عم بيشكي كل إنسان فينا كل واحد فينا بيحب أنه يكون أفضل ما ممكن أنه هو يكون كل واحد فينا عنده بالفعل يطور من نفسه بيحب أنه يتحسن عده إدراء أنه يكون شي معين أو إذا طور بحاله يكون شي أحسن بعد من ما هو كان بيتصور لكن الوصول لهنيك هو صعب فيه أشياتين أنا بحكيهم كثير بطريقة العامية إذا بدك وإنتي طبعا العلم عندك فيه ناس بخاف ما عنده الجرأة فيه ناس ما عنده همة كسلان كسول كل هايدي الأمور وهذا كله بحد من النجاح صحيح على إذا إجا واحد وعمل نجاح لحد معين وصل لمرحلة يصار رئيس تنفيذي مثلا بشركة معينة ما خلص ما وصل للسقف هو المشكلة بتموح الإنسان ومشكلة بهيد الدنيا أنه ما فيها سقفة صح فالواحد كيف بيقدر أنه يضلوا على الشي اللي وصله وكيف بيقدر أنه يحسن عم نحكي على أنه وصل لسقف هو الشخصي ولا وصل لسقف الوظيفة هل في سقف شخصي طبعا أنه هل أنا أحسن مما أنا ممكن أن أكون عليه اللي ليزي بيسمه your best self the best version of yourself إذا أنا أحسن شي هل في بست بجعب أذكره أنت مبسوطة من حالك بحياتي أنا ما كنت مبسوطة معناته في شي ما تحرر في شي لأنه الإنسان إله عدة زوايا زي ما حكينا يمكن اتطورتي من ناحية العملية يمكن من ناحية الخلاقة الفكرية مثلا لا يمكن جعب عليك تكتبي أشعاره أو تكتبي قصة قصيرة أو ما عملتي هيك هاي الأشياء كتير مهمة للإنسان بس أنا ما بعرف شو رعب علي أنا ما بدي أحكي عن حالي بس عم بحكي بالمجمل إنسان ممكن ما يعرف شو بده بس بيضل يحس أنه في شي أو بيحس أنه بده يضلوا يسعى أكتر ما قالك إسعى يا عبدي لأسعى معك في قانون كتير بسيط بالحياة كل فعل إله رد فعل أوكي اللي واقف على البركة ومش عارف يسبح ولا لا على قليلة ينزل إجره فأنتي لما يعني يعني لإشي مرتب أوكي إذا أخدت أي خطوة رح يجيك رد فعل طب شو المانع أنا فيني أغير أنا كم موديوليت فيني أغير طريقة إسوائي يعني بالنسبة لا ردة الفعل اللي أجتني فما في خوف من الغلط أو الصح بس لازم جرب فأيا بالعامية منقول أطرق الباب تسمعي الجواب إذا ما طرقتي الباب كيف تكتسمعي جواب رح تضلك قاعدة وتفكري ويمكن تنهمي يعني تصيري مهمومة أكتر وفي كتير ناس بتقول لي هو منه هو فروستريش إنه أنا مش عارف شو أعمل وين الطريق أعمل أي شي اللي بيجي على بالك اللي بيسعدك والسعادة من هون يعني إذا أنت يعني هو إنشراح الصدر إذا حسي ألا أنا مبسوطة عم بشرة فنجان القهوة هاي عم بقرة مجلة أو أوكي هذا منيح أنت مبسوطة ما عم تعملي شي قيم بالنسبة لدرجات المهنية بس أنت عم دالك تنشرحي جسمك عم بيضبط حاله المخ عم بعيد تركيب نفسه هذا كله مهم فبالنتيجة رح تنتجي أكتر رح تسعدي أكتر هل في جرس بدء لما بيوصل لواحد لأفضل ما بعتقد وغلط إنه نقارن بالنسبة للسقف إحنا منقارن لا هلأ هلأ أنا سعيدة بنفسي لا أوكي شو اللي ممكن يسعدني أنا يكيب جرس لأنه الكون كله بلا نهاي فلشو أنت بدك تكوني بنهاي صح هو المهم تقارني حالك بقدراتك اللي ممكن هل سعادة هي الهدف؟ I think السعادة بالنفس الرضا عن النفس خلينا نقول الوالدة الله يرحمها كانت تسأليها كيف حالك تقولك رضا رضا كل شي رضا فالتكمي أول إني أخدني وقت أفهم إنه شو قصة الرضا بعدين من شهر شهرين ابن خالتي أجازوني لقيته حامل محفظة مكتوب عليها الرضا قلت له عطنيها ولفعلا لأنه بتذكرني بهالشي إذا أنت راضية راضية أوكي معناتها ما في مشكلة إذا مش راضية إيش اللي ممكن تعمليه اللي ممكن يبدأ يوصلك خطوة بخطوة لمرحلة الرضا هاي أنا بحكي عن الرضا ما بحكي على المقارنة لأنه كل واحد عنده سائف مختلف وكل واحد عنده نظرة مختلفة فيه ناس بتقارن باسم الوظيفة فيه ناس بتقارن إنه النجاح بالمصاري اللي موجودة بالبنك مش كل واحد عنده هالنظرة فيه ناس مبسوطة إنه لما الواحد يموت بتهيألي أنا بالنسبة إلي ما بدي يكون فيه عندي أي ندم إنه عملت كل اللي بقدر عليه وكل اللي أنا حباه وطورت حالي بأي شكل أنا يعني بالدرجة إنه أنا راضي عن حالي أوكي I think هذه هي الهدف نحن أقسى شي منكون على حالنا الإنسان أكتر شي بيقسى على حاله بس تعرفيني لا أوليلي لأنه من قارن قارن حالي بنت خالتي بالجيران بالمي كوليغ اللي معاي بالوظيفة المقارنة بتتعس البني آدم فهو يحط حاله لحاله يقارن حاله بقدراته يقارن حاله بقدراته صح بس كمان إذا أنا كان عندي تصور لكي بدأ تكون منشي حياتي واليوم لقيت حالي عدلي التصور مضيوليت إنتي لما بتسوقي كل يوم بتسوقي نفس الطريق ونفس السرعة ولما فروض إنك تبقي تراقب الطريق وإذا السرعة غلط تعدليها اللي بيقع بهيدا الفخ هو الشخص يلي بعده متمسك بالزبتك الحلم اللي كان وضعه لنفسه بالماضي أو التصور بالزبت تصور زي ما أنت قلت بالأول أنا معودة هيك معودة أشرب قهوة وإذا ما لقيت يوم قهوة رح يصير فيه يعني انهيار عصبي إنه ليه ما في قهوة وفيه ناس فعلا هيك إنه إذا الشي مش ما بتوقعه لكن المرونة اللي بتيجي أو هي القوة من وين بتيجي؟ من القابلية إنه الواحد يكون مرن فلازم يتعود إنه يغير لين وهو عم بسوق ويتعود إنه يغير السرعة يعني ما فيش بدالك ماشي يضغري على نفس السرعة وبتعملي نفس الشي رح تخطي بالحيات لأنه الإنسان مش معمول هيك معمول لا يتطور معمول لا يجرب أشياء جديدة المخ كتير عنده فضول فإحنا شو عم نعمل لنشبع فضول المخ هذا قديمش من هدا الشي بيكون تقدر الإنسان يوصل لها المرحلة من الوعي في فرق بين الأنانية وبين في فرق بين أنا أركز على حالي حتى أضبط حالي وفي فرق بين أنا أناني ما خصني بغيري الإنسان يعني بالنسبة لأخده عطا فهو طبعاً بده يعطي للناس اللي حوالي اللي معاه عيلته أصحابه أصدقائه بس إحنا عم نحكي على التكوين الذاتي وعلى الوعي الذاتي مش مفروض مني أقارن حالي بغيري بس إذا في شي دايقني ليه عم بدايقني لأنه أنا بشعر بالنقص أوكي النقص هذا وين فهيك بصير إيجابي غير إنه ما خصني بغيري أنا قلت إنه ممكن وإني واحد لازم يكون أناني بإنه يكون عم بيخدم نفسه طبعاً طبعاً الواحد لازم يخدم نفسه مش يقدر يخدم غيره لكن الحياة وما فيها هي إنه في علينا نحنا كل شخص وخاصة السيدات لأنها نورتشررز لأنها من كاررز منهتم بغيرنا دايماً في عندك مسؤوليات تجاه غيرك دايماً في عندك يا أما أمك أما أمك أما أختك هذا ستيريو تايبين يعني إحنا عم نحط برنامج وعم نقول إنه أنا ماشي على هذا البرنامج لأنه أنا امرأة أنا كارر أنا شو نيرشر بالعربي إنه بربي وبهتم وبعطي طب أوكي بس أنت بنفس الوقت إنسان لازم يكون متوازن عقلياً عاطفياً ما في شي بقولك إنه المرأة لازم تضحي بحالها وتنسى نفسها لا ما ضحي بحالها وتنسى نفسها إذن بس أدي عندك وقت إنك تهتمي في وقت بحالك وبغيرك في وقت وهذا بيجيب لك الردء خاصة إذا كان هذا الشي هو اللي بيجيب لك الردء إنك أنت إنك تكون الانفايرومن تبعيتك كلها الدانس اللي حواليكي بتشوف يوم بأحسن حال لا في فرق في فرق بما أنت تتخبي ورا اللي حواليكي وإنا بشوف كتير ستات بيعملوا هيك إنه بيضحوا بحالهم بدون ما يعرفوا لأنه هني عرفوا حالهم بنفسهم إنه أنا أم أوكي بس أنت قبل ما تكوني أم أنت بني آدمة فأنت مسؤولة عن تطوير ذاتك أنت لا شعرياً اخترتي إنه أضحي بوقتي وبثقافتي لولادي مثلاً ونسيت تطور نفسي طب إنتي لو ما تطورتي كيف بدك تطوري عيلتك وجوزك وأصحابك لأنه كل إنسان إله إمباكت على اللي حواليه إله تأثير فإنتي بدك كيف تكتأثري إيجابياً إذا أنت نفسك ما تطورتي وإحنا بنعمل هيك إنه لا شعرياً أنا أب أنا وظيفتي أشتغل وأعمل لا إنت كمان وظيفتك تحكي وتدلل وتحب وتأخذ ولادك وتتعرف عليهم فكتير فيه استيريوتايب الواحد بيوقع فيه لاشعرياً لأنه بعتقد خايف وصعب عليه إنه يقول لا الموضوع بإيدي وأنا فيني أغير وجهة نظري وأنا فيني أسعد نفسي وأسعد غيري فهي الفرد هو أساس المجتمع إذا الفرد تعيس رح يتعيس كل اللي حواليه حبيت إذا اكدخلتي موضوع الرجل اللي كمان بتخبأ وراء شغله وهيدي أنا بعتقد أنه ظاهرة يمكن أكبر من المرأ اللي بتتخبأ وراء أولاده أو أمه أو whatever لأنه الرجال عاطي لحاله هادي أو المجتمع عاطي هادي المجتمع أول إشي خلينا نقول المجتمع عاطي هادي ولا شعرياً لا شعرياً الواحد بيفكر إنه لأنا أمرأة لازم أعمل هيك لأنه أنا رجل لازم أعمل هيك بس أنا عم بحكي مثلاً بالخلية الوحدة التفاهم بين الشخصين وين يعني لأنه تمامي المية من العالم تعمل هيك ليه أنا وأنت لازم نعمل هيك فعم ننسى هالشي وليش عم ننسى؟ لأنه ما في وعي ذاتي ومعظم الناس مثلاً إذا كان إحنا بمجتمع حتى بره والله يعني أنا بتذكر كان عندي كلينت أجنبية إنجليزية جوزها كان كتير غني بعدين تغيرت الظروف خفت المصاري شوي زعلت وصار في مشاكل وبدها تطلق فبقلها ليه يعني صلكم سنين كذا قالت لي هو شو بيعمل ولا إشي بس بيروح عالشغل بيجيب مصاري وأنا اللي بربي يعني تصوري هذا عم نحكي بمجتمع مفروض إنه لا ففي أشي مغروزة من الأول منرجع للفرد شو بدك بالناس؟ للفرد أولاً علاقتك مع شريك حياتك شو هي؟ على أي أساس مبنت؟ هل مبنت على قواعد سليمة؟ ولا يلا بس بدي أتجوز وأجيب أولاده وضلي راقل ولا ضلي شقرة يعني أعرفتي ما هو مثل ما بتنبتي البزرق كيف رح تطلع فإحنا الوعي إنه واحد حتى يعني يكبر من ذهنه وبتذكر فيه واحدة بدوية تعرفت عليها من 40 سنة بدوية يعني شعبية بالصحراء بالخيمة كنا بالطريقة ويفنا شربنا قهوة سوا من جملة الأشياء اللي قالت لي إنه من 40 سنة يعني أنا كان عندي 20 سنة قالت لي أنت لما بتنقي شخص بتختريه بحياتك بتسكر عليكم الباب ما حدا بيعرف شو بينك وبينه وما حدا بيقدر يسعدك غير أنتي فنقي مظبوط تصوري هاي بدوية بالصحراء مش متعلمة فهمة فهمت يؤسلوا بالحياة طب حي عندها حكمة ولا لا عندها إدراك ولا لا فأنا ما بحكي على قشور يعني بحكي من جوا أنت راضية عن حياتك حتى لو حياتك وزواجك غير عن بقية الناس هذا المطلوب أما إذا مش سعيدة بدك تدوري طب ليه مرات لما تغيري نظرتك تشوفي الموضوع من نظرة تانية ممكن تختاري قرار جديد ما فكرتي فيه من قبل لأنه غيرتي زاوية النظر نطلع شوي من العلاقات والزواج والأم والولد وما بعرف شو نحكي شوي أكتر بعلاقاتنا الصحيح أساس المجتمع هو الفرد والواحد يكون عنده الوعي الذاتي هو السبيل لرضاء عن نفسه وبالتالي السبيل لا نجاحه واستمراريته وما يتخبى وراء غير هلا هذا هو العلاقات مع الغير بمكان العمل مثلا بما أنه هذه العلاقات يعني مفروض ما إلها ديول ما إلها ماضي ما إلها شي لكن هذه العلاقات يمكن من أصعب العلاقات اللي ممكن أنه واحد لأنه ما بتعرفي الشخص ما بتعرفي الباكراونت تبعه ما بتعرفي تتنبأ أنت عم تتعاملي مع شي اللي تغري قدامك هلا فبدك يعني للطرفين فبدون يتعاملوا مع الحاضر مع الموجود قدامهم وأغلب الوقت هذا الشي يعني مش أغلب الوقت لكن ممكن أنه يؤدي ل ممكن يؤدي لأنانية أنا هذا لإيه أنا هذا حقي هذا حقك أنت أنا ممكن نحصل هذا الشي إذا وقعت الشخص الثاني عم نحكي بين مثلا موظفين اثنين كوليكس مع بعض شوفين لما مندخل أنا كنت يعني ما بحكي بس على العلاقة الزوجية أو الأم وولادها أو هيك عم بحكي على الديناميكية العلاقات فالديناميكية هي واحدة وين ما كان يكون بعدين حتى بالعمل هلأ عندك أنت الكوربت كولتشور يعني ثقافة الشركة مثلا ما في شي بيصير لحاله لو كبوا هيك الفران لحالهم أوكي رح يتأتلوا رح ينعملوا بس لو نظموهم توضح أنه كل واحد شو وظيفته شو مهامه توضح الكمبني ستراكتشور يعني وبتستغرب أنا بشتغل مع كتير الناس ما في كومبني ستراكتشور يعني بدوا من زمان من عشرين سنة والأمور ماشية هيك أوتوماتيكي طب ليش الستراكتشور مهم يعني أنت بتحطي فريم حتى الناس تعرف طريقها وين يعني لو الشارع مش مسفلت كيف بدك تمشي نرجع للديناميكية في معلومات بتنزل من فوق لتحت وفي شكاوي بتطلع من تحت لفوق هذه هي الدائرة فلازم الدائرة تبقى ماشية لو أنا ما فيني أشكي وللي فوق مش متواصل معي رح تخلق مشاكل هذا على صعيد واحد صعيد تاني بين الناس لما يكون أنت عندك نظرة أنه أنا عم بنافس شريكي بالعمل معناته رح تخلقي مشاكل إلها علاقة بالخلافات يعني you will create conflict بس لو هدفي إني أعطي وظيفتي وأستفيد منها مش رح يفرق معي إيش عم بصير هون نرجع لموضوع البليف سنرجع على العائل فإذا هلأ ما هو مين اللي بقود الفكر العائل الجسم هذا كله كيف شغال مين بيحكمه بتذكر تماما لما جوزي مرض الله يرحمه أجعله سرطان قال لي الدكتور إحنا نفس الدواء نفس الأدوية في حد بطيبه حد لا اللي ما بنعرف ليه فغير الأعضاء غير الجسم مين اللي بيوجه الجسم والأعضاء مين اللي بيقول للمخ شو يعمل يعني في الفكر اللي هو فوق المخ المخ جهاز كمبيوتر بس مين اللي بيقول للكمبيوتر وين يشتغل فهذا هو الوعي هذا الإنسان اللي بيعمله لأنه موجود في جسد الجسد هو من وين بيشتروا هذا الوعي؟ من وين بيجيبوه؟ في منه في درجات منه في شي أحسن من شي في درجات هو بينمو بالتأمل تأمل اللي هو التفكر التفكر يعني ما عم بقول روحي يسرح ويعمل يقوم ما في قوم ما بقامن أبدا لأنه كل بلد وكل كالتشر وكل ثقافة خلقت أسليبها هي لحالها بس بالنهاية أنا متضايقة طب شو اللي بريحني؟ حوار يعني داخلي مع واحده بعدين في خيار يعني إحنا ما منفكر أنه المخلى يكون دائرة عصاب يعني نيورو سيركيت جديدة طب ما أنت بتقولي له يعني أنا كنت قاعدة متضايقة كتير بالآخر وقفت قلت طب أنا مبسوطة أني متضايقة؟ لا إذا وقفت والبست وتمكياجت وطلعت ورحت على البحر أوكي غيرت المود بطلت متضايقة بطل في إحباط أنا اخترت أنه ما أفكر بالشيء اللي بينزع لي قوتي وبينزع لي حياتي فهو خيار طب مين اللي بدي يختار؟ أنت مش مخك مشانيك بيقولولك الواحد ما يفكر فكرة عاطلة أو ما يقول أنا بعرف أنت دايما بتقوليلي إذا قلتش شغلي نيجاتف بتقوليلي تقوليلي التفكير طاقة التفكير طاقة يعني هلأ العلم بقدر يحط باند على الدماغ وإنتي بدون ما تحكي شيء بفكرك فيك تضوي الضو وتضوي الضو مثلا واللي ما بيقروا ما كذا كله بالفكر هذا إشيء موجود التس إلكتروميجي موجودة فإحنا ما عم نحكي على هيك عم نحكي إنه كي بدك توجهيها بالفكر فإنتي الفكر إذا ضيعتي يمكن يحفر لي إيش قلتيلي يحفر لي حفرة يمكن يعمل كل شيء ممكن بس أنا لي عم بفكر هيك لي عم بضيع الطاقة إنتي عندك 24 ساعة بنهار 8 يمنام فيهم ضل 16 لي عم منضيع 8 ساعات من 16 هدول الأنين إذا هذا رح ياخد وظيفتي إذا رح يحفر لي معناته جهدك وين رح يروح بعدين عندي ترك اللي هي وتهلبسي أنك تنطي من على الموقف يا أختي الإبتسامة والأدب يعني ما فيكي صح كان عندي مشكلة كبيرة كمان لأنه جوزي توفى وروحت وعم بضبط كل وراء البيت وهيك فكان تعرفي عنا بالإمارات مركز إسعاد الموظفين فعم بحكي ما في فايدة يعني الرجال أبدا مقفل وهي لا يوجد طلعت فيه هيك بكل بساطة قلت له يا أخي طب أنتو مركز سعادة المستهلك وين السعادة؟ قال لي أنا اليوم مش سعيد بدك سعادة روحي عندها فرطنا ضحك أنا وهو لأنه جاوب بكل بساطة وفعلا كان شكله مالصحيح وانتهى الموضوع مشي والزميلته ضحكات وخلصنا الموضوع فأنت لما تدخلي تعفو بلومصري بقولك عامل سي سيد لما تدخلي من فوق بعجرفة وليه بس لما تيجي من تحت مع شوية ابتسامة وخلق هاي كتير بتفتح طريق أكيد حقا يعني حصل لي أشياء ما ممكن تحصل لأي حدا بس لأنه عملته كإنسان لا تلو من فوق ولا استخدمت أنا بنت فلان ولا أنا بشتغل عند فلان هاي الأشياء بدون وعي بشتغل ما بشتغل قاعد بالصحراء ام كوربرت ليدر ولا لا لأنه في دايناميكية لكل المعاملات مشان هيك التوجيه لازم يكون بشكل متكامل مين هو أنا بسميهم أربع عوامل التغيير شو بدك تغيري في عنا الجسد عنا العاطفة عنا الفكر وعنا الفعل خليم رأي عليهم أربعة ونبسرعة 30 ثانية كل واحدة بيما بدي إموشنز هذا هرم الوعي لأن الجسم الطفل وهو صغير ما في وعي ما في فكر جسمه اللي بتأثر يا ببرد يا بجوع يا واتأبر بيخاف بيبكي إذن أول إشي اللي بيوصلك عن طريق الجسد الانبوت اللي بوصلك عن طريق الجسد بيبدأ يكون عاطفتك أنا خايف أنا بردان أنا جعان إذا تكرر الموضوع بيبدأ يكون الفكر إذا تخي إذا استمر هذا الفكر رح يكون منظومة فكر منظومة الفكر هي اللي رح تكون القرار فإذا أنت ما انتبهتي إنه أنا داخلة به هالدائرة اللي أنا فيها من يوم من ولدت معناته ما رح تغيري شي بالتالي أنا لازم انتبه إنه جسمي شو بيحس اللي عم بي عم يوصل على جسمي شو عم بيحس جسمي ليه ركبتي عم توجعني ليه ظهري عم بيوجعني مثلا ليه هذا النص عندي تعبان مثلا العاطفة طب ليه شعوري هيك ليه أنا بشعر إن هو عم بيحفر لي حفرة بيجي طب هذا الشعور جاي من وين شو الفكر اللي وراه إنه والله الرجال دائما بتتحدى الستات أنا ما بقى من هيك فما عندي مشكلة هيك عن جد عرفتي بعد هذا الفكر بيجي القرار فإذا كل شي غلط وأنا مش مبسوطة بدي أبدأ يا من تحت لفوق يا من فوق لتحت خليني أغير قرار خليني أخذ يعني قرار مختلف أدخل مبتسمة أعجب لهم دونات لهذول اللي عم بيخانقوني مرات الأشياء الصغيرة زي ما بقى لك هي بتغير بتتغير الشعور بتتغير الخبرة بروح السترس اللي بيشعر فيه الجسد فالإنسان إنسان وينما كان بس لازم يفهم ديناميكية جسمه أولا كيف بتشتغل يعني شو اللي بيخلي هرمون السترس يطلع شو اللي بيخلي ينزل وهو كله مركوب مع بعضه فبدك تعرفي أنت بالزبط وين المشكلة وبنفس الوقت بدك تعرفي كيف بدي أتحكم بجسمي مرات الجواب إيشي كتير بسيط إنه لازم أخذ قرار إنه ما بدي أتدايا ما بدي أتدايا بس طب اطلعي وغيري مش تضلك قادة ومعمومة مثلا هذا الهوليستيك أبروتش هو فعلا الطريق الطريق الصحيح كنا قبل أو الدنيا لحد هلأ فيها دكاترة وفيها دكتور قلب وفيها دكتور مصارين وفيها دكتور نفسي وفيها نيوتريشونس فيها ويرقاز الحقيقة هو أنت بدك تطلعي على كل هدول الأشياء بالضبط مع بعض مع بعضهم يعني هاي المأساة إنه صار فيه تخصص عندنا لدرجة إنه ما حدا عم بيوقف يبعيد يشوف الصورة كاملة طب أنا بتذكر طبيعيا يعني والدتي توفى 92 سنة فكنت أنا دائرة بالي على كل مواضيع المشاكل اللي كانت عندها وبتذكر مرة عملنا سكان فتكرنا إنه لا سمح الله صار فيه ستروك على المخ قال لي لا هذا بالعين أنا مخصني بالعين أنا بدماغ معقولة معقولة وهذا اللي كان ضاغط مثلا على عينها وكان عم بيخف النظر شغلة تانية بسيطة مثل تاني أنا بعض سيكيال نحن عملنا بالحلقة عن المنوبوس وشغلة كتير كبيرة هايدي المرة بيصير في عندها هارت فالبيتيشنز بتروح بيقولولة بيقولولة عندك مشكلة بالقلب بتعمل تخطيط وبتعمل أشكال لهم بيعطوها دول القلب فهو الموضوع موضوع هرمونات بدي رقلاجي مشان تروح ضربة ضربة القلب على سبيل المثال فهذا هوليستيك أبروش حتى بإنجلترا أنا بتذكر دكتور قال لي ما في ست فوق الخمسين ما عندها مشكلة يعني يعني عرفي رفض الموضوع إنه كل ست هت بتشكي طب ليه عم تشكي عرفتي كلهم عندهم نفس المشكلة فأنت زكرتها فشو بدك تعملي بدك أنت تدوري على الجواب هاي اللي بحكي إنه إذا الواحد مش مرتاح بده يضل يدور على الجواب ومرات الفعل المختلف هو اللي بيغير كل الطريق سحر سبا أنت شكراً كتير ما بينشبع من الحديث معي ولا أنت والله بعدين أسلوبك كتير حلو وسهل يعني فينا نحكي لساعات تسلمي فشكراً لك كتير وأنا ممنونة وأنا كمان ممنونة لإلك وممنونة لصحبتك لها شكراً كتير وموضوع إلى الأنساء الله إن شاء الله إن شاء الله أمين جميعاً شكراً لك شكراً لك